اردت فقط ان اموت بهذه الكلمات اختارت صحيفة الجارديان البريطانية عنوانا لتقرير مطول تحدث عن تعذيب احد المتظاهرين العراقيين بوحشية وضروع ايران في عمليات التعذيب في العراق وتروي الصحيفة استنادا الى مصادر لها داخل العراق قصة حيدر الطبيب العسكري السابق في بغداد وتعرضه للتعذيب حتى وصوله الى مرحلة تمنى الموت فيها للخلاص من ذلك التعذيب عملية التعذيب تلك تضمنت الساق الكهربائي والاغتصاب والضرب والاغراق في مياه مثلجة والجلد والتحطيم النفسي وصولا الى التهديد بقط عائلة حيدر ان لم يفسح عن معلومات عن المتظاهرين ومن يدعمهما يقول حيدر كما تروي الجارديان تمنيت الموت بحق لم استطع ان اخبرهم عن تمويل التظاهرات لان الجميع يمولها الاجال والنساء والعجائز لقد وصلت في اخر مراحل اعتقالي الى حافة الجنون ويكشف تقرير الجارديان كذلك استناد الى مصادر عدة كيف لجأت الحكومة العراقية عقب اندلاع التظاهرات في البلاد الى شن حملة موازية لانهاء تلك التظاهرات واسكاة الناشطين والصحفيين عبر عمليات الخطف والترهيب والاغتيالات ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول عراقي في لجنة حقوق الانسان العراقية اشترط عدم الكشف عن هويته قوله انه منذ اليوم الاول اختارت الحكومة طرقا عنيفة للتعامل مع المتظاهرين اذ كانت تمارس العنف على موجات ويضيف انه في البداية قتلت الحكومة بشكل جماعي حيث تم تصفية 157 شخصا خلال الايام الثلاثة الاولى وحدها ومع بداية 22 نوفمبر بدأنا بتلقي تقارير عن عمليات الاختطاف ليس فقط في بغداد بل في العمارة والناصرية كما تلقى الناشطون والصحفيون والاكاديميون واي شخصا يدعم المظاهرات تهديدات بالقتل ويروي مسؤول رفيع المستوى في الحشد الشعبي والذي يعتبر احد اذرع ايران في العراق كيف سامت ايران بقمع العراقيين بالتنسيق مع الحكومة العراقية ويقول وفق ما روته الصحيفة انه في الاسبوع الاخير من ايلول سبتمبر الماضي بدأت الحكومة بالترويج لامكانية حدوث انقلاب عسكري عبر تظاهرات سينظمها عراقيون ثم تم تشكيل غرفة عمليات ترأسها عادل عبد المهدي بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وكان حوله قادة الجيش والشرطة وقادة الحشد كل هذه الاطراف رأت المظاهرات جزءا من مؤامرة كبيرة واتخذوا قرارا بقمعها بالعنف المسؤول في لجنة حقوق الانسان العراقية كشف لصحيفة الانجارديان عن وجود قوات الامن بالقرب من ميادين التظاهرات حيث يقومون بمراقبة اي شخص يدخل ويخرج ويؤكد ان الحكومة زرعت شبكة من الكاميرات عالية الدقة تربط بغداد وعليه فان الحكومة تستطيع ان تتعرف على الاشخاص الذين تدعي انهم يقومون بعمل القتل واثارة القلائل بين الشعب وقوات الامن وفي ذات السياق كشف ضابط في المخابرات العراقية لصحيفة الانجارديان انه تلقى اوامر من وزارة الداخلية العراقية بالمشاركة في التظاهرات بهدف التجسس على المتظاهرين وقال ضابط المخابرات ان ادارة المراقبة السرية بالوزارة تتواجد بشكل مكثف ودائم في ميادين التظاهرات ولديهم خيام هناك ويراقبون كل شخص يدخل ويخرج ويؤكد التقرير ان عملية القمع التي انتهجتها الحكومة العراقية تحت اشراف ايران لم تكن عشوائية حيث بدأت بالنشطاء الباريزين ثم الاكاديميين والصحفيين وصولا الى الاطباء والممرضين كل ذلك بهدف ارهاب المتظاهرين وهو ما يفسر رفض معظم المغتطفين الذين افرج عنهم وبشكل قاطع التحدث عن خاطفيهم وما تعرضوا له مكتفين بالتواري عن الانظار او الفرار خارج العراق ان استطاعوا الى ذلك سبيل اشتركوا في القناة